يعني قولها ده تقوله في الأول؟ هو الصحيح نها ما تقوله في الأول لأنه ده كله داصر نقط هل هل ده لا يعتبر خداع؟ لا ليه؟ ليه تخليني أحبك وبعدك تقولي أن أنت عيان أو عندك حاجة؟ أهو إحنا لسه محبناش بعض ليه أنا خلاص ارتحتلك وتعودت عليك وانت موجود وبنتعرف إحنا لسه بنتعوانت المفروض يبقى عندك مرض فمشي في الناس للشهادة أنا عندي مايسانيا جريفز أي حد يقرب منك يقولك على فكرة يا سني معجب يكي تقولي أنا عنده مايسانيا جريفز كأنك بتقولي لهم إيه؟ ما تجوش ما تجوش لكن بس ممكن من رابع مرة مثلا عشان مالحاش يتعلق؟ لا أو هو مالحاش يتعلق؟ أول حق تعلق الفرودي هو كان متجوزها وكانت زي الفلة وجالها الميسانيا جريفز بعد الجواز يعد طيب ده دي مفاش اختيارة تبتجوز دي مركب هي نفس الحكاية هي نفس الحكاية يعني هو ما يعرفش أنه عندها مايسانيا جريفز مش المفروض كل واحد يقرب لها أو يقول لها يعني أنت بتقول إنه ما كيش تقول تقوله آه يعني ده رأي يعني أقوله بعد الخطوبة ولا قبل الخطوب لا مش هعمل الخطوبة لسه خالص لما نبقى مرتبطين عاطفيا وحس إنه هو الرجل ده هو المناسب وهو اللي أنا هيعرف يشلني هقوله على فكرة في حاجة أنا ما بقولهاش لأي حد لكن إحنا وصلنا إلى مرحلة أنه أنا لازم أقول لك الحكاية دي تمام؟ وتقوله لكن مش المفروض أي حد معدي جاي يقول لها أنا وعجب بيكي فتقوله أنا عن فكرة عندي مواسانيا جريفز كأني إيه بعمل إيه؟ بتطفش بتطفش طب أنا عايس ألك سؤال السؤال ده كان فيه دي بيت أو كان فيه نقاش كبير جدا لو حد عنده تشوه أو مثلا هو صغير انت عارف بالعليكب بتلعب والحلال تقع عليها تحرقها في بطنها تحرق مش عارف إيه في منطقة ما بتبنش للناس هو الوحيد اللي هيشوفها مفوض نقول من أول لقطة يعني برضو أهمش في الشارع كده أقول لأي حد لا يعني عريس جي وخلاص تكلمنا أربع خمس مرات أنا في حاجها مداياني ده جواز صالونات أنا ما بتكلمش هنا بقى خالص على فكرة جواز الصالونات جواز الصالونات لو إحنا هو بعد تاني مرة عايز يقرأ فتحة تمام؟ هأجل أو هقوله أنا عندي كذا 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 وإيه فرق من جواز الصالونات والجواز العادي؟ الجواز العادي بيبقى إحنا مش بيقابلك ويقول لك إيه على فكرة أنا معجب بيكي فعايز أتجوزك فأنتي مضطر هنا تقولي له على فكرة أنا شايفة إنه جواز الصالونات أنجح مليون مرة من الجوازات العادية ليه؟ أنا باختار بعقلي وقلبي لما أعجب بيه أنا هنا مش بنتكلم على بنختار بقلبي ولا بعقلي يعني ده يبقى أحسن مليون مرة من اللي هيقعدني جامده سنتين وفي الأخي ليوني لأ أنت فاهم قصدي؟ وأنتي خرجتيني من النقطة اللي إحنا بنتكلم فيها ودخلتيني في نقطة تانية أنتي بتسألي سؤال محدد فخليني جواب جابت السؤال وبعدين بيدخلني في نقطة تانية أنا أقول ولا ما أقولش أنا دلوقتي واحد بتقدم لي جواز الصالونات تمام؟ وقعد معي مرتين وفي التالتة مصرع خطوبة هقول لأنه هنا أنا مضطر أقول لأنه لو اتخطبت فأنا كده بغدعه لكن حد ما قابلني في كلية زميلي واتعرفنا وبقى فيه بيننا علاقة عاطفية والأمور ماشي عادي خالص أنا مش مجبرة أنه أنا أقول له أنه في حاجة حصلة لي لما يقول لي هتقدم لك ولما يقول لي أنا بحبك ولما يقول لي مش عارف إيه هقول له ساعتها لو هو وسأل لمرحلة من الحب تخليه هيكمل هيقول لها أنا مش فرق معايا الكلام ده أنا مكمل مكمل لو هو ما وصلش المرحلة دي من الحب وهو بيدور على عروسة وكان عجبه شكلها وسطحي وتافع هيقول لها إيه لا والله أنا مش هقدر أكمل كالعادة أنا غير متفقة معك كالعادة يعني أنت خلاص صحي لا أبيتش فرع معاك يعني أنا بشوف أنه إحنا نقول من الأول لأنه أنا ماتسبنيش كله ده وفي الآخرة تيجي تقول لي ماتسبنيش إيه نازميلك في الكلية أنا معجبة بيك وأنت معجب بيه أنا لسألك عايزة أتقدم لك فأقول له لا وإنه بيستغلس مولوه بيكلمني ليه بيسألني على موعيد المحاضرات وأنت تعلقتي ده هو اللي بدأ يتعلق بيك خلي بالك التغصب عنك لما بتكلم حد بتتعود عليه فيه ناس ممكن نتعود عليهم بسهولة وفيه ناس ممكن يعجبونه ويعجبني وجوده وجوده وجودهم في حياتي عمل لي طعم ما يخليني متغيرة ما يخليني مبسوطة زي الفل ليه أحرق كل ده بقى أنا مش بحرق ده أنا عمال أحرق 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 فجأة خد وأنا بقول لك على حاجة هو أنا المفروض برضو هو لسه علقتي بيه سطحية ولا هو يعرفني ولا هو عنده استعداد يكمل معايا لسه فأقول له أنا محروقة فأخد بعضه ويمشي ده منطق طيب هو بتاع الجامعة زميلها ده ما كانش جد ما هو شافها ويعرفها وأربع سنين شايفها أربع سنين شايفها وعرفها ورجالة بتحب تتفرق كده بتتكلم مع ده ازاي بتعمل ده بقى ده زي ما بقول كده هو لازم يكون راجل وبتحمل المسئولية فيقرر وهو بيحبه فيقرر إنه يقول لها إيه أنا هاخدك زي ما انتي مهما حصل